كمامة الطبية أي الماسك مهم للحدي من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصكم تعرفوا بأن فيروس كورونا المسبب من مرض كوفي 19 لا ينتقل عبر الهواء وإنما العدوى تدوز عبر الرداء وهو اللعاب الذي يخرج من فم وأن في المصاب الذي يكحب أو يعتص بالنسبة لهذا الماسك الذي نستعمل لكي نحدي من انتشار كورونا فأنا خاصكم تعرفوا بأن فيه جوجد الأنواع الماسك العادي الذي خدمته هو أنه لا يجعل الرداء الذي يدوين عليه قبل عين تاشر إذا اعتصت أول كحب الشخص الذي لابسه ولكن يسمح بدخول الهواء يعني هو يصلح للناس لمرض فعلا لكي يحددون من انتشار المرض ويجب أن يتبدل كل أربعة تسويه ويجب أن يتبدل كذلك حتى يعمل لكي يتبلل بزاف كان رميل في سلة النفايات التي فيه هاكس بلاستيكي ويجب أن يجعله الدينام جيدة بالموصابون من بعد هذه العملية وكل ماسك من نوع FFP2 وهذا خاص بمهنية الصحة والمساعدين لهم لأنهم تواصل مباشر ومتكرر مع المرأة والذي لديه فعالة لكي يمنع عبر الفيروس في حالة ترشع لهم لعاب المصاب الذي يجب أن تعرف أن الحالة الوبائية الحالية في المغرب لا تستدعيش من شخص غير المصاب بهذا المرض يلبس الكمامة الطبية ويقاية من الفيروس سيكفي أن نغسل الديم بالموصابون ونجنب الاتصال الواتيق والاحتكال المباشر بالأشخاص المصابين ونعطصف من الوراقين الأفضل ونجنب البصف الأماكن العامة كافية لقاية من هذا المرض وهكذا سنحمي نفسنا والناس القرابين مننا